اختص الله تعالى شهر رمضان بفريضة صيام وجعله احد اركان الاسلام ويتم خلال هذا الشهر الانساك عن تناول الطعام والشراب منذ ازان الفجر وحتى غروب الشمس ولكي يتمكن الصائم من اتمام صيامه باقل تعب عليه ان يتجنب كل ما يمكن ان يزيد من شعوره بالجوع والعطش ويعتبر الشعور بالعطش من اصعب ما يواجه الصائم ولهذا نهدف من خلال هذا الفيديو التعريف عن بعض الطرق التي تساعد الصائم في خفض الشعور بالعطش او عدم زيادته يعتبر الماء من اساسيات الحياة التي لا يمكن للانسان الاستمرار بدونها لاقصر من القليل من الايام وهو يلعب دورا هاما واساسيا في الحفاظ على استقرار الجسم وتوازنه وتوازن وظائفه الطبيعية ايضا ويحصل الجسم على الماء عن طريق شربه او عند تناول الاطعمة والمشروبات التي تحتوي عليه ويعتبر نقص الماء في الجسم الذي تتم ترجمته على شكل الشعور بالعطش هو السبب الرئيسي لشرب الماء وهناك سؤال يدور في ازهان الكثير من الناس كيف اتجنب الشعور بالعطش في رمضان وفي اثناء الصيام على وجه التحديد نظرا للانقطاع عن شرب الماء طوال ساعات النهار في رمضان فلابد من انخفاض حجم السوائل في الجسم والاحساس بالعطش ولذلك يمكن اتباع بعض الارشادات التي تساهم في خفض الشعور بالعطش وعدم زيادته ذلك ان الجفاف يزيد من الشعور بالكسل والارهاق الذي قد يعاني منه الصائم وتشمل هذه الارشادات بعض المصائح اولا تجنب التعرض للجو الحار واشعة الشمس المباشرة قدر الامكان في نهار رمضان ثانيا تجنب ان تبزل مجهود جسدي كبير او تمارس الرياضة اثناء النهار وخاصة في اول ساعات الصيام حتى لا تشعر بعدها بالعطش لفترات طويلة قبل الافطار ثالثا الحرص على تعويض السوائل بشكل كافي بعد الافطار يتم ذلك عن طريق شرب الماء والعصائر الطبيعية والشربات والحليب وتناول الفاكهة والخضروات ويجب زيادة كمية الماء المتناولة في حالة ممارسة الرياضة او التعرض للجو الحار رابعا في حال تناول اطباق مرتفعة المحتوى بالبروتين يجب الحرص على تناول من 8 الى 12 كوب من الماء يوميا ولمعرفة ما اذا كان الشخص قد حصل على كميات مناسبة من السوائل يمكن الاستعانة بالبول كمؤشر على ذلك حيث يكون لون البول فاتحا شبه شفاف وبلا رائحة عندما تكون كمية الماء المتناولة كافية في حين انه يصبح غامقا وتظهر له رائحة في حالة كانت كمية المياه التي يتناولها الانسان قليلة يوميا خامسا تخفيف كميات الملح المضافة الى الوجبات والتي بدورها تدفع الجسم لزيادة فقدان الماء يوميا اثناء الصيام سادسا في حال اضطر الانسان لمواجهة الجو الحار او اضطر الى التعرض للشمس بسبب ظروف عملي على سبيل المثال يجب اعتماد اللبس الخفيف فاتح اللون كما يمكن تخفيف شدة الحرارة المعرض لها الجسم عن طريق تقطية الرأس سابعا تناول الخضروات والفواكه خلال وجبة الصحور وتناولها ايضا في وقت متأخر اي قبل الفجر مباشرة مع شرب كمية كافية من المياه طوال الفترة ما بين الافطار والصحور تؤدي الى راحة الجسم اثناء الصيام سامنا لا ينصح ابدا بشرب كميات كبيرة من الماء اثناء الصحور كما يفعل البعض حيث ان ذلك يرفع من عدد زيارات دورة المياه اثناء النوم مما يرفع من الشعور ايضا بالارهاق وبالاجهاد والتعب خلال فترة الصيام تاسعا واخيرا ينصح عادة بعدم الاكثار من تناول المنبيهات مثل الشاي والقهوة خلال شهر رمضان وذلك بسبب انها يمكن ان ترفع من ادرار البول وفقدان السوائل بالتالي والغريب في الامر انه اثبتت بعض الدراسات العلمية الحديثة ان الاعتياد على تناول مثل هذه المشروبات كالشاي والقهوة يسبب تكيف الجسم بحيث تفقد هذه المشروبات تأثيرها في توازن سوائل الجسم ولكن يقدر بالاشخاص غير المعتادين على تناول المنبيهات بشكل مستمر قبل رمضان بتجنب تناولها بكميات كبيرة ولا سيامة مع اقتراب موعد الامساك كل هذه المعلومات كانت عبارة عن نصائح لمحاربة الشعور بالعطش في نهار رمضان اثناء الصيام ارجو ان يكون الفيديو افاد حضراتكم بمعلومة وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام والجميع بخير شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة